يمكنكم متابعة برامج وأخبار قناة النهار والقناة الخبارية في الجزائر على موقعنا على اليوتيوب كما يمكنكم تفاعل معنا من خلال تسجيل تعليقاتكم على كل الأحداث الحصرية التي ينقلها تلفزيون النهار إلى قطاع الفلاحة الآن بعض الفلاحين بولاية تيارة والسعيدة يعانون من نقص الدعم خاصة للكثير منهم لم يستفل من الدعم الفلاحي الذي قررته الدولة في السنوات الأخيرة وهذا لحفر الأبار وفتح المسالك وغيرها المزيد في تقرير دياربان داوتا تبقى فئة من الفلاحين من ولاية الوطن كولاية تيارة وسعيدة يشتكون من عدم استفادتهم من الدعم الفلاحي الذي أقرته الدولة في هذه السنوات فهؤلاء المصنفين ضمن قائمة الفلاحين الصغار لا زال الكثير منهم يواصل العمل الفلاحي رغم أن البعض مهدد بالطرد من أراضيه لأسباب كثيرة كنا خدمين في الثورة الزراعية والعارة اللي بغيين فيها فوتنا الثورة انتعال ربعة وخمسين وفوتنا العشرة السوداء هذه وما زال مستقررين فيها وما زال وليدتنا ومشي قراو وما زال طريق ما عدناش ما زال ذو ما عدناش ما زال يكون ما عدناش ما زال ما ديناش تدعيم من طرف الدولة فلاحون آخر يتضمرون اليوم من عدم حصولهم على الدعم خاصة المتمثل في الأتاد الفلاحي فيما يرون بعضه يسلم لأشباه الفلاحين الناس اللي طالبين على البالي يخدمون ما يسهلوش واللي ما يخدموش أعطوهم الماتريال ورحابس ما كنوالو بس عنا نحوص ندي الماتريال ونخدم بيه واللي قد نخلص اللي قد تخلص دولتي ما نلعبش بيه كيف خاصنا كما عقاك التركتور كما عقاك لاموركا المضامد ماشينا هذه اللي نخدم نحوص نخدم بيها الأرض وفي انتظار التفاة جادة من طرف المعنيين بالقطاع الفلاحي للكثير من فئة الفلاحين الصغار يتشبث هؤلاء بأرضهم وأرض أجدادهم ضاربين بذلك مثال الأرض لمن يخدمها هل أعجبكم الفيديو؟ اشترك، سجل تعليقك أو موقفك أسفل الصبح لأن رأيك يهمنا إيجابيا كان أو سلبيا لأننا نهتم كثيرا بوجهة نظركم